أكبرتي أبو جاكتر الدبلوماسية التي لن تنفع معها دوريات البرية جوية مشتركة مع واشنطن شرق الفرات فتلك الدوريات التي سيرها البلدان بموجب تفاهمات المنطقة الآمنة مجرد كلام من وجهة نظر أردوغان الذي طالب حلفاء بلاده بتحديد موقفهم من حزب العمال الكردستاني عما إذا كانوا يعتبرونه تنظيما إرهابيا أو لا رافضا تستر عليه تحت اسم قوات قسد الأخيرة ردت على التهديد التركي وقالت إنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم تركي غير مبرر وتوعدت بحرب شاملة على طول المنطقة الحدودية يبدو تهديد تركيا الأخير أكثر جدية من قبل بعد الاختلاف مع واشنطن على عمق المنطقة الآمنة وهوية القوى المسيطرة عليها فيما أكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة ترامب قلقة من احتمال بدء تركيا عملية عسكرية شمال الشرق سوريا وحسب صحيفة وولستريت جورنال فقد أكد المسؤولون أن التحرك التركي المرتقب سيؤدي لسحب القوات الأمريكية من سوريا لتجنب اندلاع نزاع بين البلدين العضوين في حلف الناتو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر